طبعا نبدأ بداية أخبارنا النهاردة وخبارنا الأول أو خبارنا الأول الكابتن زيزو بينفي لقاء عبدالله السعيد وبينفي لقاءه بالكابتن عبدالله السعيد بعض الأخبار المتدولة على بعض المواقع بتقول إن الكابتن زيزو التقى بعبدالله السعيد أو كلمه وتكلم معاه في خصوص يرجع الفلوس وكلام كتير جدا الكابتن زيزو لم يلتقي بالكابتن عبدالله السعيد الكلام ده ما حصلش تماما والكابتن زيزو بينفي هذا الكلام تماما وقال إن هذا خبر كاذب وكان بيتكلم معايا قبل الهوى وتكلمت معاه وأكد وقال إنه هو ما شافش عبدالله من ساعة مسافر في الفترة اللي فاتتهم بعد ما مدد تعقده مع النادي الأهل وقال إن هذا الخبر عاري تماما من الصحة وعشان أقول لكم كلمتين والخلاصة بقى في قصة عبدالله السعيد قصة منتهية تماما قصة يعني مش هيبقى فيها كلام كتير خلاص هو الرجل مدد تعقده مع النادي الأهلي وقرار لجنة الكورة وبرئاسة كابتن محمود الخطيب يتم عارة اللاعب أو بيعه خلاص هي قصة منتهية عند هذا الحد عشان ما يبقاش فيها كلام كتير كابتن حسام البدري اللي ليه تصريحات مهمة جدا هو بيشيد بمستوى عمر السلية وبيأكد إنه هو لاعب كويس جدا ولاعب بيقدي بشكل رائع وإن الفترة الجاية بيتمنى إنه يشوفه في المنتخب لإنه أداءه متطور بيقدي بشكل كويس لعيب خططي بشكل رائع جدا بيستحمل الضغوط بيقدي بيصوف فلعيب من وجهة نظر الكابتن حسام منه لعيب رائع في الفترة اللي فات التقلق بشكل كبير وفعلا عايز أشيد بالسلية لإنه متقلق جدا وبيأدي بالشكل الكبير وبالشكل القوي وده ظاهر في الأداء والانسجام في خط وسط النادي الأهلي كمان الكابتن حسام البدري بيعلن تمسكه بميدو جابر أعلن الكابتن حسام البدري تمسكه بميدو جابر وقال إنه بيرفض فكرة رحيل ميدو جابر لعب وسط الفريق في الفترة المقبلة وقال إنه رفض قبل كده رحيله في يناير وقال إنه عنده أكتر من عرض في الفترة اللي فاتت ولكن اللعب أدى بشكل كويس وبيأدي بشكل كويس مع النادي الأهلي وإن الفترة اللي جاء اللعب متواجد ضمن قوام الفريق أيضا البدري لا يستبعد عودة صالح جمعة كابتن صالح جمعة اللعب مميز جدا خلينا أكون واضح معاكو إذا كان عنده بعض التأثير في إدارته لموهبته في الفترة اللي فاتت أعتقد إن الفترة الجاية في حالة وجوده بشكل كويس وأداء كويس والتزامه بالشكل الأفضل ليه لا؟ كابتن حسام البدري بيقول ممكن يكون موجود مع بداية الموسم المقبل طبعا إحنا عارفين إن عارضه سنة ونصف الدوري السعودية